اشتركوا في القناة والأولى يعود إلى الفوز الكبير الذي حققه الأهلي في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رض إذنه كما كان متوقعا قياسا على نتيجة مبارتي الذهاب توقع جميعا أن النهائي سيكون بين الويداد والأهلي لم تخب التوقعات لم تحقق أو لم تخلق أي مفاجأة من طرف وفاق السطيف الجزائري أو بيترو أتيتكو الأنغولي احترم منطق نتيجة مبارتي الذهاب الويداد يواجه الأهلي في نهائي سيقام على أرضية مركب محمد الخامس بالضار البيضاء في الثلاثين من شهر مايو الحالي ونتمنى أن يكون نهائيا قويا ومميزا تسوده الروح الرياضية بين ناديين كبيرين وعملاقين يتقاسمان نفس اللون اللون الأحمر أحمر الويداد في مواجهة أحمر الأهلي هل يكون اللقب الثالث للويداد أم هو اللقب الحادي عشر للأهلي المصري هذا ما سنكتشفه بعد أسبوعين من الآن لن نستبقى الأحداث لنتحدث كثيرا في هذا الموضوع باركنا للويداد نبارك اليوم للأهلي ونتمنى لهم تحضيرا جيدا للنهائي الكبير والمرتقب كما قلنا بمركب محمد الخامس بالضار البيضاء إلى هنا ننتهي من هذا الفيديو السريع والمختصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته